حكاية أخرى بيتور بيريرا هيمشي هيمشي يا كريم مامشيش لسه هيمشي هيمشي في مرحلة كده اللي هي بتاعت ايه انا هفضل ادايق فيك انا هفضل اقريفك هتمشي مزاجك اهلا وسهلا مش هتمشي مزاجك مع اول مشكلة همشيك انا فبيتور بيريرا ايامه كل يوم اقول الكلام ده ايامه معدودة في اتحاد الكرة المصر كلام على بيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية طيب في خلاف حصل بين بيتور بيريرا خلاف جديد تاني وتالت ورابع وخامس بين بيتور بيريرا والاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ليه ليه ده بسبب طاقم حكام مباراة نهاية كأس مصر بين الاهلي والزمارك المباراة اللي ان شاء الله هتقام يوم تمانية مارس اللي جاي بيريرا عايز ايه بيريرا عايز يدي المباراة لمحمد معروف حكم ساحة وهاني عبدالفتاح وسامي هلهل يبقوا هما الاتنين مساعدين وامين عمر يبقى حكم رابع مع محمود عشور ومحمود البنة في البار تمام تمام جمال علام وبصراحة انا رأي مع جمال علام مجدبش عليكم يعني هقولك ليه جمال علام مش عاجبه الطاقم ده ليه هو بيقول لبريرا هو انت ليه حاطت الحكام المساعدين مش من الحكام المساعدين لما كانوا موجودين في كاس الامر الأفريقية وعملوا مباريات كبيرة جمال علام شايف ان الحكام المساعدين اللي المفروض يبقوا موجودين في هذه المواجهة هم الكابتن محمود أبرجال والكابتن أحمد حسام طه لانهم مسلوا يعني او كانوا يمسلوا الكرة المصرية في كاس الامر الأفريقية وقدوا مباريات جيد عشان كده تم تأجيل حسم طاقم تحكيم المباراة لبكرة الخميس أو لحد يوم الحد بقى بعد أجلسة الجمعة والسبت فلسه في كلام على طاقم التحكيم لسه كلام مش محسوم يعني وبرده بريرا أيامه معدود ترجمة نانسي قنقر